ده النهاردة النهاردة المؤتمر السيس ماري طلعوا الجماعة بتوقع الهيومن رايد سيمكن ولا طلعوا تقرير و اعتدوا مصر لانه مصر فيها اختفاء قصري و مصر فيها موت خارج القانون و مصر فيها حريات مختنقة و مصر فيها ايه يا عم هو انت لسه هو هو على فكرة مش هيبطل يقول لكن همش غابي هو بيقبط الغابي اللي هيصدقوا الغابي اللي هيسمعوا الغابي اللي هيسمع هذا الكلام يا عم يا بتاع حقوق الانسان في الداخل والخارج يا عم يا بتاع هيومن رايد سيمكن ولا بتاع العفو الدولية ارجوك روح اسأل على حقوق الانسان المهضرة تحت اقدام العالم في غزة روح يا عم مليك شدعه بيه يا الله يسهلك ابعد عني سيبنا اشتغل سيبنا اعيش سيبنا ابني سيبنا استقر مليك شدعه بيه بتقاريرك المزورة انت عايز تتكلم على حقوق الانسان فماذا عن حقوق الانسان الفلسطيني ماذا عن حقوق المرأة الفلسطينية التي نهشتها كلاب الاحتلال فين هو احنا بالمسر على بعض هو احنا خايفين نرد هو احنا على ناسنا بضحط لا والله معاذ الله احنا نقولها مهما كانت التحديات وبقول تاني لا اغضب ولا امتعد من هذه الاصوات اللي برا لان معلومة ومأجورة لكن يحزنني ويوسفني ان بين ايدينا بعض الناس موجودين مش فاهم وبيتميز بحماقة غريبة جدا ويتميز بغباء شديد جدا مش فاهم الصورة لسا بعد كل هذا مش قادر تشوف مش عارف مش فاهم مش عارف ايه اللي بيحصل مش عارف ايه المخططات هو صدفة خلينا ما اتكلم عن ما تشوف هو صدفة ان القناة السويس تغلق صدفة ان القناة السويس تنخافض اراضاتها ستين في المية صدفة في نفس التوقيت انه الغاز يحصل فيه اللي حصل صدفة انه كل الاستثمارات والناس اللي عايزين حقاها كل ده صدفة يعني هل ما يجري في مصر بطولها وعرضها صدفة انا بقول اهو واجري على الله وده تحليلي وقراطي وضميري بقول تاني ان مصري بتتعرض او تعرضت خلال الفتر الماضية لضغوط غير مسبوقة لتمرير صفقة مرفوضة مصريا وطنيا رئاسيا شعبيا وهي تصفية القضية الفلسطينية انا بقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه امام الله التاريخ